في ود مدني السودانية عززت قوات الدعم السريع قواتها حول الفرقة الأولى مشات وقصر الضيافة وأمانة الحكومة بينما انسحبت من أحياء المدينة إلى خارجها وقال شهود عيان أن القوات انسحبت باتجاه حدود ولاية الجزيرة مع ولاية سنار وأضافوا بأن جماعات مسلحة هاجمت قرى أم عليلة وارفاعة شمال الجزيرة ونهبت سيارات بعض الأهالي كما أكدوا مقتل شخص وإصابة آخرين إثر البراميل المتفجرة التي سقطت بعد الهجمات التي شنها الطيران الحربي على مدينة ود مدني تنضم إلينا مراسلة المشهد سالي بابكر من ولاية نهر النيل مرحبا بك سالي إذن هذه التطورات الميدانية المتسارعة بالتزامن مع اللقاء المرتقب ماذا لنبدأ بتطورات الميدانية إذن سالي نعم أسيا بالفعل نبدأ بداية من ولاية الجزيرة الواقعة شرغ الخرطوم والواقعة في وسط البلاد التي شهدت الشباكات مؤخرا بعد دخول قوات الدعم السريع إلى هذه الولاية والانتشار الكثيف لقوات الدعم السريع في هذه المنطقة خاصة في المواقع الاستراتيجية منها أمانة الحكومة وكذلك المواقع الاستراتيجية الأخرى وكذلك أيضا مما أدى إلى نزوح غالبية السكان هذه المناطق بحثا على الأمان إلى ولايات أخرى منها ولاية السنار الواقعة جنوب ولاية الجزيرة أو في الطريق المؤدي أو الرابط ما بين مدينة ودمدني ومدينة سنار الذي بحسب شهود عيام في صباح هذا اليوم أن قوات الدعم السريع بدأت تنسحب من داخل المدن في ولاية الجزيرة نحو هذا الطريق الرابط ما بين مدينة ودمدني ومدينة سنار لمحاولة الدخول إليها مرة أخرى وفي وقت سابق طبعا حاولت قوات الدعم السريع الدخول إلى ولاية سنار ولكن حاول الجيش التصدي لها ومنعها من الدخول إلى هذه المدينة وطبعا الشباكات التي دارت بين الجيش والدعم السريع أدت أيضا إلى حالة الرعب بين المواطنين في ولاية سنار ونزوحهم إلى مناطق أخرى كذلك أيضا بحسب المتابعات هناك والمدنيين الذين لا زالوا متواجدين في القرى الواقعة شمال مدينة ودمدني أو شمال ولاية الجزيرة بأن قوات الدعم السريع أيضا حاولت الدخول إلى هذه القرى مرة أخرى ولكن حاول المواطنون هناك منع أيضا هذه القوات من الدخول إليها مرة أخرى وبحسب طبعا المتابعات أيضا أن قوات الدعم السريع تنتشر بشكل كثيف في ولاية ودمدني وفي ولاية الجزيرة وفي مدينة ودمدني بالتحديد عاصمة هذه الولاية وفي صباح اليوم أيضا شن الجيش السوداني غارات جوية يعني تجاه تمركزات قوات الدعم السريع مما أدى إلى سقوط براميل متفجرة أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين من بينهم إصابات حرجة في تلك المنطقة طبعا وسط معاناة كبيرة جدا بالنسبة للمواطنين في عدم الحصول على المياه وأيضا انقطاع الكهرباء وانقطاع شبكات الاتصالات لأيام وكذلك أيضا نقص الدواء بالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة خاصة الذين يحتاجون للعلاج بشكل دوري هم في معاناة كبيرة جدا وأزمة كبيرة صحية جدا في تلك الولايات كذلك إغلاق أو توقف الخدمات الطبية أيضا عن المستشفيات بسبب خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة نسبة لصعوبة التنقلات بالنسبة للكوادر الطبية وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية وكذلك المعينات الطبية إلى المستشفيات وعدد من المرضى الذين كانوا عالقين في هذه المستشفيات أيضا تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية المطلوبة في ولايات ومدن أخرى منها ولاية القضارف وولاية كسل الواقعة في شرق السودان وكذلك أيضا ولاية البحر الأحمر وهنا في ولاية نهر النيل أيضا اقتضاد أعداد كبيرة جدا في هذه المدن بالمدنيين الذين لا زال البعض منهم لا يجدون الماء وحتى الآن هم فقط متواجدين في المعسكرات الإيواء وتقوم هناك مجهودات فردية ومجتمعية تقوم بمساعدة هؤلاء النازحين الذين فروا من تلك المناطق إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمان والخدمات الأساسية التي يحتاجونها وكذلك الرعاية الطبية بالنسبة للمرضى وللمصابين أيضا جراء هذه الشباكات والغارات الجوية في تلك المنطقة كذلك ميدانيا في العاصمة الخرطوم اليوم أيضا هناك تبادل للقصف المدفع العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريح في المناطق التي تمركز فيها قوات الدعم السريح في شرق الخرطوم وفي جنوب الخرطوم يعني يتم الرد على هذه المدفعيات التغيلة أيضا من قبل قوات الدعم السريح تجاه مواقع الجيش الرئيسية في وسط الخرطوم حول محيط القيادة العامة وأيضا حول محيط سلحة الإشارة في مدينة الخرطوم بحري قوات الدعم السريح انسحبت من مدني باتجاه ولاية سنار ماذا يعني ذلك؟ في وقت سابق كما ذكرت لك آسيا بأن قوات الدعم السريح تحاول الدخول مرة أخرى إلى ولاية سنار الواقعة في جنوب ولاية الجزيرة وجنوب مدينة ودمدني وحاول الجيش منعها من الدخول وحدث الاشتباك في هذه المنطقة بالقرب من مصنع سكر سنار وهذه الاشتباك السبب ترمع في تلك المنطقة وأيضا أدت إلى نزوح السكان هناك إلى مناطق أخرى هذه اندل إنما يدل على محاولة مرة أخرى لقوات الدعم السريح للدخول إلى ولاية سنار أيضا والانتشار الكثيف فيها في الشوارع ومحاولة السيطرة على المواقع الاستراتيجية فيها كما حدث في ولاية الجزيرة وفي عاصمة تحديد المدينة ودمدني شكرا جزيلا سالي بابكر من ولاية نهر النيل على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر